فدى مصدر عسكري بأن طيران التحالف الدولي استهدف محطة المياه في الجانب الأيمن إحدى أكبر مشاريع التغذية المائية غرب مدينة الموصل وقال العميد في قيادة عمليات نينوى منهل الصعدون إن طيران التحالف استهدف محطة التغذية المائية في منطقة حاوي الكنيسة غرب المدينة والتي كان يستخدمها تنظيم داعش كمخابئة للأسلحة بثلاثة صواريخ حرارية ما أسفر عن تدميرها بشكل كامل وإلحاق أضرار بالغة في المشروع الأمر الذي أدى إلى انقطاع خدمة المياه عن معظم مناطق جانب الموصل الأيمن